السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معي في حلقة جيدة. والنهاردة ان شاء الله جايب لكم اختصارات جامدة جدا في برنامج الاكسل لو استخدمتوها هتبقوا محترفين في برنامج الاكسل. بس يا ريت ما نزوش تعملوا لايك الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. اول حاجة لو انا عاوز اجمع مسلا مجموعة المبالغ اه دي. بقف اي مكان وليكن مسلا هاف هنا. بعد كده هضغط على من الكيبورد. بعد كده بضغط على بيجمع لي الارقام زي ما احنا شايفين كده. طب لو انا عاوز اقف في اي مكان مش مشكلة اوليكم مسلا انا هقف هنا. وهضغط نفس الكلام ويساوي. وهختار مجموعة الارقام اللي انا عاوز اجمعها. بعد كده بضغط على من الكيبورد. بيجمعها لي زي ما احنا شايفين كده. الحاجة التانية لو انا عاوز اضيف اه صفة او عمود بقف في اي مكان كده. بضغط من الكيبورد على كنترول وزائد بيبدأ يضيف لي مجموعة صفوف زي ما احنا شايفين كده. ولما بضغط على كنترول ونقص بيبدأ يحزف لي العمود او الصفوف زي ما احنا شايفين كده. كنترول زائد يزود. ويهي كنترول نقص ينقص نفس الكلام لو انا وقفت او عاوز اضيف عمود بقى في اي مكان. بضغط على كنترول وزائد بيبدأ يضيف لي عمدة زي ما احنا شايفين. وبدغط على كنترول ونقص بيبدأ يشلي العمدة زي ما احنا شايفين. الحاجة اللي بعد كده لو انا عاوز اعمل اختصار للتاريخ الحالي بقى في اي مكان كده وبعمل كنترول كاف من الكيبورد. كنترول وحرف الكاف من الكيبورد. هعمل لي التاريخ زي ما احنا شايفين كده. اقبروا بس. او زي ما احنا شايفين. اعمل لنا التاريخ بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا عاوز اعمل اه الوقت الحالي اللي احنا فيه بقى في اي خالية انا عاوزها وبضغط على كنترول وشفت وحرف الكاف من الكيبورد بيبدأ يعمل لي الوقت زي ما احنا شايفين كده. باتمنى الفيديو بتاع النهار دي يكون عاكم. ماري تمنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتعملوا واشتراك في القناة. كان معكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة